عشان نقفل الأخبار الخاصة باتحاد الكور تذاكر السوبر المصري خلاص إلكترونية طرحت في الأسواق السوبر اللي هتلاقي بيوم 20 في فبراير عشين لسه الشهر الجاي في أبو ظبي طرحت التذاكر وأسعارها كالتالي هقول لكم بالمصري مش بتدرهم بقى فئة كبار الزوار 2150 جنيه فئة ألف مميزة 1510 جنيه فئة ألف بس 860 جنيه فئة اتنين فئة واحد فئة اتنين 645 جنيه فئة تلاتة 325 جنيه فئة 4215 جنيه دول الفئات اللي بتاعت التذاكر وطبعا زي ما قلتلكوا قبل كده وانتم تشاهدوا لقطات من إحدى مباراة السوبر اللي اتلاعبت هناك في دولة الأمارات الشقيق طبعا التذاكر اللي بتتباع بيبقى على ظهر التذكرة مكتوب كل التعليمات كل التعليمات واحد اتنين ثلاث اربعة هتلاقي كده التذكرة من ورا شرطة كده في الوسط بالزبط كده بالطول ويمين وشمال تعليمات واحد اتنين ثلاث اربعة اعتقد لغاية عشرة هتطلق فيها كل التعليمات دخولك قبل المباراة بقدي ايه سلوكياتك في المدرج لازم تبقى قاعدة على كرسيك ممنوع ان انت تقف قدام الكرسي مش فوق الكرسي بقى قدام الكرسي ممنوع ان انت تقف في الممرات اللي ما بين المدرجات ده ممنوع منعا باتا ممنوع ان انت تروح البوفيه اثناء المباريات تناول بس المشروبات الكلام ده كله قبل او بين الشوطين او بعد طبعا مجموعة يعني تعليمات كاملة وكل تعليمة من هذه التعليمات هتطلق عقاب مخلفتها عقاب مخلفتها في مخلفة بيصل فيها العقوبة لخمسين الف جنيه مصري ما يوازي هذا يعني فيش غزار فيش غزار وطبعا حالات الشغب والكلام ده كله لا ده قصة تانية تروح بقى الشرطة وبتاعه ممكن تخش السجن هو ده اللي احتراف بقى وخلي بالك لا يمكن يحصل حاجة خال وكل اللي بيحضروا المتشات دي مصريين على فكر ومنهم ناس ألترس ومش عارف ايه ويت نايتس وايه بيبقى والحاجات دي كلها لما بيروحوا هناك كده كده لانه عارف يوم لما اقى ولا بقى ايه هو عارف السيقى هتخش على طول فاش غزار قال ليه ما لا يحترمش لفسنا من غير ده ما عارفش يعني باتكلم عموما يعني بالنسبة تحد